يبدو أن رفض التعديلات التي أدخلها البرلمان التونسي على قانون المحكمة الدستورية سيفتح صراعاً قانونياً ودستورياً يوضاف إلى الأزمة السياسية القائمة بين الرئاسات الثلاث في البلاد الرئاسة التونسية قالت في بيان إن الرئيس التونسي قيسي صعيد أرسل كتاباً إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه التوقيع على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية المؤرخ في الثالث من ديسمبر كانون الأول 2015 الرئيس التونسي علل لجوءه إلى حق الرد الذي كفله له الدستور بما سائل تتعلق بالآجال الدستورية فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم مشدداً على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أي تداول غير علمي ومشبوه به وفي وقت سابق وقبل أكثر من أسبوع صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية احتفاظاً دون رفض ومن شأن موقف الرئيس قيس سعيد الذي رفض الإمضاء على تلك التنقيحات وقرر إرجعها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها أن يزيد من تأخير تركيز المحكمة الدستورية في البلاد التي أخفق البرلمان خلال السنوات الماضية في انتخاب أعضائها وأن يعمق الهوى بين السلطات الثلاثة دون أي بوادر على انفراج قريب ترجمة نانسي قنقر